السيدة محمد من بني سويفة فضالي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته والسلام حضريةك فايد يا شيخ وحضريةك طيبة وبصحة وبسلام الله يخليك معلش كل سؤال حضرتي بالنسبة ليك بالنسبة لتجارة القص حلال ولا حرام تجارة القص معلش تجارة ايه تجارة الجسط البورصة الجسط يعني مثلا شخصي باستري منه حدا وباقصاته الفلول هو بيحط عليها نسبة فايد هل التجارة دي حلال ولا حرام يعني هو بيبيع بالاست اه مين قال ان دي حرام اصلا يعني دي حلال انا عايز اقولك حاجة خليكي معايا كده يا محمد معايا يا شيخ محمد ايه معايا مع حضرتك مع حضرتك بص يا ست احنا ربنا بتلانا بشوية ناس حسبنا الله ونعمل وكيل فيهم افلوا بيوت ناس كتير وفتحوا كرشهم من قاسف يعني لانهما جم الى اشياء ربنا احلها وهم حرموها تحت داع الربا وطبعا الناس غلابة والناس المصرين بيخافوا او من الحرام فعملوا لهم وارجوكي شوفوا حلقة هوس الحرام فعملوا لهم هوس بالحرام فإن اللي حاصل جمل السيدات الفضلات اللي فتحوا بيوت وربوا اولاد وربوا مهندسين وربوا ناس كتيرة جدا جدا بالخير وبالاجتهاد قالوا لهم بصوا انت لو عتشتري الحاجة تبيعها كاش ما تبيعهاش است قالت له طب انا اصلا لقمة عيشي ومكسابي بيجي لما بيعها بالاست فقال لها لا انت تبيعها تبيعها لاما كاش لاما است لكن ما يجيش لما حد يقولك اشتريه الحاجة دي وانت ما عندكيش محل يبقى ما ينفعش تبيعها له بالاست كل دا كلام فارغ كل دا كلام فارغ البيع بالاست يجوز للشخص حتى اللي ما عندوش محل هقولك بقى شوية الشوبة اللي بتقالك ليه؟ لان معنى لا تبيع ما ليس عندك ان انت لا تبيع ما لا تقدره على تسليمي هم اتفقوا على حاجة ده نص الريال سيت اللي هو الكلام عن عن التمويل العقاري كله تلت اربعه بنشتري الوحدات على على الكتالوج فاذا ايه وقت سديه حد يقولك ان البيع بالتقسيط حرام وان الزيادة ان الزيادة في الاست دا ربا ليه؟ لانه مش بايعاتين في بايع انت بتبيع بالتقسيط او بيقولك بدل انت عرضت الكاش وعرضت التقسيط يبقى انت كده بتاخدي فوائد هو ما يعرفش عني فوائد هو ما يعرفش عن ايه ربا الربا اما يكون في في البيوع فيكون دوة ربا الفضل وده بيكون في الذعب والفضة او يكون ربا النسيئة ودي في الديون ما فيش ديون اصلا احنا اصلا ما بيعناش اصلا ما بيعناش فيه اللي بيحصل ده فيه ناس بيشقوا على الناس وبيخلوا الناس الطيبين يمدوا ايههم فاتقوا الله سبحانه وتعالى ويسكتوا مش عارفين يسكتوا لكن ما يدخلوش في دين الناس وعشان كده يا ستي البيع بالتأسيط حلال حد يطلب منك سلعة فتشترهاله وتدعاله ولزاك العلماء رح حطين قاعدة لطيفة قوي تلاقي دي عند الامام السيط في الاشباة والنظار وعند غيره بيقول ايه اذا تخللت السلعة فلا ربة ما فيش ربة اذا كانت في سلعة فما فيش ربة فاذا البيع بالتأسيط حلال يا ام محمد